مرحبا يا أصدقائي اليوم أنا ماريا وسوف أحكي لكم حكاية جميلة ومفيدة هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا لنبدأ عنوان قصتنا اليوم التادر الأناني في قديم الزمان وفي بلدة بعيدة اعتاد بعض الأولاد على اللعب في حديقة التاجر كل يوم بعد المدرسة لأنها كانت جميلة جدا كان العشب فيها طريا والأظهار ذات ألوان جميلة والأشجار خضراء عالية يقف على أغصانها عدد من الطيور المغردة بقي التاجر صاحب الحديقة غائبا عن بيته لسبع سنين وفي يوم من أيام الشتاء وفي يوم من أيام الشتاء عاد إلى منزله وعندما رأى التادر الأولاد يلعبون في حديقته غضب كثيرا وصاح فيهم بشدة ماذا تفعلون في حديقتي فخاف الأولاد كثيرا وركضوا بعيدا بعد ذلك قام التاجر ببناء جدار عال حول الحديقة ووضع لافتة تقول كل من سيتخطى هذا السور سيعاقب عقابا شديدا وعندما جاء الربيع امتلأت القرية بالأزهار الملونة والطيور المغردة وغطى الربيع كل القرية إلا حديقة التادر حيث ظل الشتاء مغطيا حديقته لأعوام عديدة وفي يوم من الأيام قال التاجر لنفسه لا أستطيع أن أفهم لماذا تأخر الربيع في القدوم وبعد عدة أيام نظر التاجر إلى حديقته فرآها جميلة حضراء وفيها أزهار ملونة ففرح وقال لقد عاد الربيع أخيرا وعرف التاجر أخيرا سر قدوم الربيع وقال لنفسه أوه كم كنت أنانيا لذلك لم يذرني الربيع لأعوام ثم هدم الجدار وعادت الحديقة للأولاد اللي يلعبوا فيها من جديد أكبروني يا أصدقائي ماذا تعلمتم من القصة؟ إن أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد